مذاقها هو جسر آخر يربط قسنطينة بين ماضيها وحاضرها هي حكاية لقاء بين الجوز والعسل إنها الجوزية التي ورثها القسنطينيون عن أبائهم من عصارة الحضارة التي مرت على مدينة الجسور المعلقة حكاية الجوزية عمرت عقودا طويلة وبين عائلة وأخرى دخلت إلى كل البيوت وصارت أحلى هدية لضيوف قسنطينة بعد أن سفرت إلى كل بقاع العالم نتلقى في العالم نتلقى مزودة غير في قسنطينة نحن نجي خارجين خارجين بحكمة الجوزية يطلبوا منها أي حاجة نقول لنا جيبها هي جوزية ندعوها لحبابنا في العاصمة الزير مطلوبة بزيف وندعو لحبابنا في ألمانيا بزيف في فرنسا والكندا كانوا من يصلوا لطماء بعد يدعو إلى البيجو غولف يدعو إلى البيجو غولف تذوقها يختلف عن الحديث عنها أو عن مشاهدة منظرها أما صنعها فلمن استطاع للإبداع سبيلا إذن هي باختصار الجسر التاسع والسر المتوارث في عاصمة الجسور المعلقة بلاد الدين والعلماء ترجمة نانسي قنقر